مؤخراً إحنا شايفين مناطق نزاع في أماكن مختلفة من العالم ولكن شايفين وسائل الإعلام بتعمل أدوار مختلفة إحنا عارفين أنه مفروض أن وسائل الإعلام تكون أكثر مصدقية مش هنقول حيادية لكن نقول أكثر مصدقية إزاي وسائل الإعلام تساهم في توثيق اللي بيحصل وفي نقله بصورة حقيقية لا تضر بمصدقية وسيرة الإعلام أين كان تحيوزها لأي درجة يعني في الواقع دكتورة منا الحرب غز هذا أظهرت كشفت أو ما يسمى الاحترافات الإعلامية الغربية يعني كانوا يروجون لأنهم نمازج في حرورة التعبير وحرورة الرأي وكذا لكن عندما نجد الإعلام الغربي كان جزء من المسئولية عن الجريم عندما يتبنى السردية الإسرائيلية ويتبنى السردية الزائفة أنهم واجهوا دواعش قتلوا الأطفال واختصبوا النساء وكل هذه الرواية التي تثبت أنها زيفة أصلا كان يروج لها تحت فكرة أن إسرائيلات دافع عن نفسها وبالتالي هذا يمهد الرأي العام لتقبل ما تكون به إسرائيل من جرام قتل جماعة ضد الفلسطينيين وبالتالي انكشف هذا الإعلام الغربي الأمريكي الأوروبي أمام السوشيال ميديا التي نقلت الصورة الحقيقية أمام أيضا الإعلام العربي والإعلام المصري والقراءة الإخبارية وهذه القنوات التي نقلت بالصوت والصورة الحية يعني الهواء مباشرة استطاعت أن تغير وتنقل أن ما يحدث ليس كما تقول إسرائيل دفاع عن النفس وإنما هو قطل الأطفال والنساء وهدم المستشفيات وهدم المدارس ومنع كل هذه المقاومات التي يتحرك لها أي ضمير يعني لا يمكن ضمير أو إنسان سوي أن يتقبل مثل هذه الجرام وبالتالي وسائل الإعلام عليها أن تنقل الصورة الأفلام التي نشاهدها والمشاهد يتمثل جرام موسقة بالصوت والصورة وبالتالي كل هذا يمثل ملفا مهما الإعلام الغربي بالعكس هم أيضا فرضوا قيود على الإعلام الغرب يعني عندما مؤخرا عندما قامت صحيفة هأرس الإسرائيلية بنشر يعني رواية حتى قالت أن القوات الإسرائيلية قصفت هؤلاء في الحفل وأنهم بتغيراته لكبتر أبو دبابات طبعا على طول يعني تخذوا جرامت بشددة في جهة بالتالي هذه الدول برغبطها كمان برغبطها وهذا يعني بيؤكد أنه لا يسمى منظمة إعلام وعندما يكون إعلام معهم في مصالحهم فهذا حرية تعبير وحرية رأي عندما يتعرض مع مصالحهم يتم قامع الإعلام وبالتالي انكشف هذه المنظومة وأكد أن هذا الإعلام هو جزء من هذه المؤامرة لأنه يتمهي الإعلام الغربي والإعلام إسرائيل في المقابل الإعلام الحقيقي المصداقة لازم ينقل الصورة كما أنت أشارت لهذا إعلام محايد 100% لكن على الأقل المصداقية لا يمكن تجاهل ما يحدث على أرض الواقع يعني عندما يشرب الأطفال مياه البحر وتنشر الأمراض عندما يتم قصف حتى سيارات الإسعاف المرضى يعني أي منطق وأي عقل وأي قانون وأي عرف وأي دين يقبل هذا الأمر وبالتالي كانت غزة اختبار حاسم لإعلام الغربي الإعلام الغربي ظهرت من مع الإعلام وما هي مصداقيته وأيضا وهما كان يتهمون دائما يستخدمون وورقة الحرية والديمقراطية وحرية الإعلام والتعبير كوراك كسيفة مصلة أعلام تم قصف زمناءنا في القاهرة الإخبارية واستشهاد أحد تقم العمل على الهواء قتل أكتر من سبعين صحفياً قاتلتهم إسرائيل لماذا؟ لأن إسرائيل لا تريد أن الصحفي أن يقول الحقيقة قاتلت رأينا مرسلين وقائنا صحفيين وتم استهدافهم قتلين وهذا أيضا مخالف القانون الإنساني وهناك حرمة وحسنة للصحفيين لأنهم يؤدون عملهم كل هذا انتهاكته إسرائيل والمشكلة أنه بصمت غربي وبتجاهه الغربي وبمباركة غربية وهذا بيعكس الازدواجي الغرب الذي كانت دائما يتهمون ويتهم الشرق بأن هناك قيودة الحرية والتعبير وغيرها هو الذي فشل في هذا الاختبار وأوضح أن الإعلام فقط مجرد أداء من أدواته الخارجية عندما يتوافق الإعلام ويروج لرواياته أو يتوافق معه في سياساته فهو يحمي الإعلام عندما يتعرض الإعلام أعلامه هو حتى الغربي عندما يتعرض في نجد القامع وهذا ظهر أيضا قبل ذلك في حرب الخليج ورأينا السنين والصحف الأمريكية عندما تنشر أي رواية حتى مجرد عن العراق أو أسلحة دمار الشامل زائفة يتم قمعها ويتم في المقابل يتم أيضا استهداف الإعلام الآخر حتى لا ينقل الصورة يتم استهداف الصحفيين لكن أنا في اعتقادي الحرب غزة كانت كشفة هي أفضحت حقيقة وعملت نعمل الفرز للسياسات الغربية للإعلام الغربي لمن مع حرية الإعلام الحقيقية ومن ضد حرية الإعلام ومن يوظف الإعلام الصالحية على حساب القانون ومن هم دعاة الحرب ومن هم دعاة السلام برضو دي نقطة مهمة جدا أكيد حضرتك متفق حول هذه النقطة